صباح الخيرات والنفحات والبركات على كل حضراتكم سيدات والسادة متابعينا ومشاهدين في كل مكان في العالم وأهلا بكل حضراتكم في بداية حلقة جديدة من عشر الصبح في الأهلي كل سنة وكل حضراتكم طيبين بمناسبة المولد النبي والشريف عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام وبنرحب بيكم في حلقة النهاردة طبعا هنتكلم مع حضراتكم من خلالها عن كل الجديد وآخر الأخبار وبطبيعة الحال حنستعرض كمان مع حضراتكم مشوار النادي الأهلي الفترة اللي جاية بإذن الرحمن على كافة الأصعادة محليا وقريا وكمان دوليا لو خذنا بالاعتبار مشاركته طبعا في كاس العالم للأنديل صباح الخير شرين صباح الخير والهان على حضراتكم جميعا كل اللي بيتابعنا دلوقتي وكل اللي بيبقى مهتم كمان أكيد بأخبار النادي الأهلي من بداية اليوم كده مع عشر صبح في الأهلي بنبدأ مع حضراتكم وكل الجديد أكيد بيكون إلى حد كبير حصري معنا طبعا في البرنامج ثلاث شهور تقريبا متبقين وعندك ثلاث شهور فيهم أكتر من البطولة منشاط كتيرة جدا تحديات وتنافس بشكل عالي جدا أكيد هنتكلم في كل التفاصيل دي بس خلينا ننوي عند يوفنا النهاردة كالعادة في ساعتنا التانية هيكون عندنا فقرتين حوارياتين الفقرة الأولى حينورنا فيها كابتن ماجد عشور وهو المدير الفني لمنتخب مصر ليه تنس الطاولة والفقرة التانية حينورنا فيها النقد الرياضي الأستاذ عبدالقادر سعيد ودي طبعا الفقرة اللي حينفصص فيها مع حضراتكم كل ما هو متعلق بالنادي الأهلي وبمن المناسبة بما أننا في نهاية الأسبوع وبما أننا كمان في نهاية شهر ستمبر يعني خلاص قدامنا ثلاث شهور بالتمام والكمال على نهاية السنة حابين نحن نتكلم مع حضراتكم سريعا في الماتشاط والبطولات المنتظرة إن شاء الله لفريقنا سواء في بطولة الدوري أو باقي البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي أولا زي ما أكيد حضراتكم عارفين النهاردة اتأجلت مباراة سيراميكا كليوباترا اللي كان مفوت التلاعب النهاردة ولغاية النهاردة الوضع كالآتي محلية نحن لعبنا في الدوري مباراة واحدة فقط لغير أمام فريق المصري وطبعا تبعنا الماتش اللي كسبنا فيه 4-0 عندنا ماتش مهم جدا يوم الجمعة اللي جاي أمام سان جورج الإثيوبي في إيام دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا اللي طبعا بعدها مباشرة بإذن الرحمن هندخل مرحلة دوري المجموعات بعد كده هندخل فيه فترة التوقف الدولي واللي طبعا حيلعب فيها منتخب مصر ماتشين في الإمارات ماتش منهم مع زنبيا والماتش الثاني مع الجزائر وبعد عودة مسابقة الدوري عندنا مباراة مهمة جدا مع الإسماعيلي هتتلاعب يوم 8 أكتوبر بعدها مواجهة قوية في الدور الربع النهائي تحديدا يوم 20 أكتوبر أمام سنبا التنزاني طبعا الكلام ده في دولي السوبر الإفريقي وماتش العودة يوم 24 من نفس الشهر واللي أكيد عندنا طموحات كبيرة جدا في الفوز بأول نسخة من هذه البطولة وأكيد بنتمنى التوفيق للكل بإذن الله أكيد وهم ثلاث شهور زي ما قلنا كريم ثلاث شهور يعني متبقين لكن عندنا ماتشات مهمة جدا وماتشات كمان تيلة بشكل كبير وخليني اتكلم برضو عن آخر الشهر اللي جاي عشان حضراتكو تبقوا برضو مطلعين على المواعي التحديد عندنا مباراة في الدوري يوم 29 أكتوبر هتكون أمام بلدية المحل بعد كده عندنا المقاولون العرب بعد كده عندنا يوم 4 نوفمبر وبعد كده سموحة 28 أو 29 ده لسه متحددش طبعا النوفمبر وبعد كده مواجهة مع زاد أنا الماتش ده عايز أحضره ماتش زاد ماتش زاد حيبقى خمسة برضو أو ستة ديسمبر لسه لم يتم تحديده بشكل يعني قاطع لكن أنا عجبني جدا الماتش ده ليه بقى أنت بتتكلم عن يعني نادي صاعد للمرة الأولى ونادي من الأندية طبعا يطلق عليها أندية الشركات بتلاعب وبتنافس أكبر نادي في أفريقيا ومصر فأكيد هتبقى تنفسية شديدة أكيد متوقعين أن زاد حيبضل أقصى ما عنده يمكن من بداية كمان الموسم هو بيستعد ممكن يكون لهادي المباراة وعلى الصعيد التاني برضو أنت بتتكلم عن جماهيرات النادي الأهلي وبرضو نادي زاد على فكرة نادي يمكن آه من أندية الشركات بس من أندية الشركات اللي عندها كوادر كويسة وهي معظمها برضو جاية من أندية أخرى ومنها النادي الأهلي لكن برضو أنا مترقبة أشوف إيه اللي هيحصل في هذه المباراة تحديدا هتبقى ممتعة أنا متأكدة هتبقى ممتعة بشكل كبير طموحهم كبير كمان وشغالين على نفسهم شغل زي الفل ووصي للأمانة للأمانة هو دايما يعني منشطة الأهلي ضد أدي أي فريق أي أن كان مين هو الفريق المنافس بس هو دايما بيطلع أحسن ما عنده واللعيبة بيأكلوا النجيل بالمعدة خارفي للكلمة طبعا أداء بيبقى مختلفة دي حيات متشافة متش بيتفرج عليه مليئين المصريين في كل مكان فأكيد حيبقى متش حلو فعل خلينا بقى نكمل كمان عندنا مباراة أكيد مؤجلة زي ما حضرتكم عارفينه وفي حالة إن شاء الله تخطي يعني عقبت هنا بقى سيمبا زي ما كريم كان بيقول في دوري السوبر الأفريقي والصعود بعد كده لدون نصف النهائي عشان مواجهة المتآهل بقى من سان داونز أو بيترو أتلاتيكو برضو سان داونز يعني الكلام فيه حيكون مطاول أكيد وفي نفس السنة برضو عندنا بطولة كاس السوبر المصري للأبطال في الفترة هتكون من 24 تحديداً ل29 ديسمبر كمان عندنا بطولة كاس العالم للأندية طبعاً والأهم أكيد هتبدأ برضو بالنسبة للنادي الأهلي يوم 15 ديسمبر وهتبقى تقريباً مواجهة محتمى لأن الناس كلها بتتوقع أكيد هيكون اتحاد جدة السعودي أكيد في حالة فوزه على أوكلاند سيتي وبتالي نسبة فوزه يا كريم برضو هتبقى على أوكلاند سيتي أكبر يعني ما نتوقعش إن إحنا نلاعب أوكلاند سيتي وأعتقد كمان المواجهة هتبقى صعبة والناس بتقولك على فترة لو أنت عديت العقبة دي هتقدر أن أنت ممكن ممكن يبقى فيه أمل أن أنت تواجه مان سيتي في النهاية ده هيحصل ولا لأ يعني ممكن يكون سيناريو قريب ممكن يكون سيناريو مش قريب بس حيبين بس نتمنى لأننا زي ما كلمنا مبارح برضو مع الأستاذ محسن لمنون طبعاً ناقد الرياضي كلمنا إن يمكن دي الفرصة الأفضل للنادي الأهلي في كاس العالم للأندية أنه يقدر يحقق نتيجة مختلفة إلى حد ما حتى لو احنا تكلمنا على أن يبقى ترتيب تاني بعد كده حيبقى فيه عندها أوروبية أصعب والموضوع حتبقى أعتقد مش قاسة لأبناء أو السيناريو مش هيبقى أسة لعلى النادي الأهلي